السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا فكلما تبنا عدنا وكلما ندمنا كررنا وكلما عاهدنا كنقضنا ربي اهدنا وردنا إليك ردا جميلا طبعا هيك ما نكون إحنا ما نقدر نقولك جمعة مباركة على الجميع والدعاء إحنا رجعنا مثل ما كنا بالسابق إنه في حلقة يوم الجمعة عشان نقولكم جمعة مباركة الأمر الثاني اللي هو ابتداء من يوم السبت إن شاء الله رح أنزل بحلقات فيها بعض الشرح عن الخارطة الفلكية ورح نبدأ بشكل علمي تدريجي عشان الكل يعرف بالضبط شو يعني خارطة فلكية اللي بيعرف طبعا عنده معلومات ولكن ممكن أضيف لمعلوماته بعد المعلومات الجديدة طبعا بعتذر إذا في أصوات خارجية بتدخل على التسجيل لأنه التسجيل يعني بذروة حركة الناس بالشوارع وبالأسواق وبالدنيا فيعني أعذروني أما بالنسبة لحلقة اليوم فحلقة اليوم رح تكون عن يوم الجمعة 28 نيسان إبريل اليوم في مجموعة من الزوايا وخصوصا الزاوية في زاوية خطيرة رح تتشكل وهي تدعيم لزاوية قائمة وهي بين المشتري وبين المريخ يعني زاوية تربيع وهي بتدعم الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الاقتصاد القائم أو القادم مثل ما نبهت أو نوهت عنه بالحلقات السابقة فعشان هيك بتكون تركزوا معي بشكل جيد بالنسبة للقمر طبعا اليوم موجود في برج الأسد الناس بيكونوا من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحليب الشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للقمر طبعا موجود في منزلة الجبهة اليوم وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف هاي الليل اللي هي الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعديها ومنزلة الزبرة وهي منزلة الربح والحرية والصلاح والإصلاح بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح أحكي عنها اللي هي زاوية التربيع اللي ذكرتها هي زاوية التربيع سلبي اليوم بدأ تأثيرها طبعا مع زوايا أخرى رح تتشكل برضو خلال هذا اليوم زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين المشتري واللي تأثيراتها مستمرة من 28 أربعة ولغاية 13 ستة يعني مدتها برضو طويلة يعني منقدر نحكي ونأكد أنه شهر خمسة في كثير من الأحداث اللي تتعلق بأمور المال والاقتصاد طبعا هاي الزاوية ذروتها أو قوتها من يوم 16.5 إلى يوم 30.5 ذروتها يوم 23.5 في تمام ساعة 5 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بسبب الزاوية هاي بيحققوا بعض الأشخاص تقدما على حساب الآخرين يعني بمعنى آخر أنه هنا بصير عملية الاستغلال ممكن تتعب بمشروع أو تتعب في فكرة ولكن يجي شخص يخذها منك ويروح ينسبها لنفسه ويروح يعملها فعشان هيك بتكون تحذروا الفترة القادمة ما تأمنوا على أي شيء لأنه عادي جدا أي واحد بينسب أعمالكم لا إله طبعا بالنسبة لدوليا فهي بتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل وبتم التوصل لاتفاق بالمراوغة ولكن عادة بفشل هذا الأمر وبفشل الاتفاق في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين أو بيلقى تأييد شعبي كبير ولكن هذا الشخص يعني بكون عليه علامات استفهام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين نبتون برضو هاي اليوم تأثيراتها ومستمرة لغاية يوم 11.5 من 28.4 إلى 11.5 طبعا الذروة القصوى لإلها اللي هي من يوم 3.5 إلى يوم 6.5 ذروتها يوم 4.5 الساعة 5.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وبرضو هاي الزاوية بتكون تنتبهوا كثير وخصوصا اللي عندهم أطفال لأنها هاي زاوية تربيع سلبية أو زاوية التقابل السلبية لا هاي الكوكبين هدولة تحديداً مع بعض بتزيد خلالها اللي هي التحرش الجنسي والتحرش بالأطفال أو اغتصاب الأطفال هاي الزاوية بتسبب ارتباك وخيبات أمل في الحياة العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمسكنات والمهدئات والمخدرات والمنشطات أيضاً بتدل على تراجع مداخيل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذا القطاع الأعمال الفنية اللي تطرح في الأسواق في هاي الفترة يعني ما بتلاقي النجاح المطلوب بل ممكن أنه تيجي بنتائج عكسية غير متوقعة بسبب غياب الحس الفني وممكن يلاقي بعض الفنانين خيبة أمل كبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري هاي زاوية إيجابية نقيد تقريبا للزاويتين اللي ذكرناهم ولكن هنا بتصير قوة الكواكب هي اللي بتتحكم مين اللي بده يفرض سلطته أو سيطرته أو تأثيراته على باقي الزوايا الأخرى وبيكونهم أثر أكثر هاي زاوية تأثيراتها قليلة يعني من يوم 28 أربعة إلى يوم 12 خمسة وذروتها من يوم ثلاثة خمسة لغاية يوم تقريبا ستة خمسة يعني هي الذروة ثلاثة أيام ولكن فعالية الزاوية من 28 إلى 12 خمسة ذروة هاي الزاوية يوم أربعة خمسة الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل إقناعهم وحتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل والأمرهاي وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة تحقيق نجاحات شخصية وهذا وقت مناسب أيضا للارتباطات أما دوليا فهي بدل على أرباح وموارد مالية مهمة بتحقيقها مؤسسات الدولة والبنوك في البلاد واستثمارات الأموال وغالبا بيكون من مشاريع العلاقة بالترفيه والسياحة وهذه فترة مناسبة لعقد معاهدات العلاقة بالاتفاقيات كسلام أو اتفاقيات سياسية أو حتى الاتفاقيات التجارية خصوصا مع الدول الأجنبية بتدذل كذلك على حسن أوضاع القضاء ورجال الدين والمشتغلين بالسلطات التشريعية والقضائية والميدان الفني وعلى الساحة الفنية وهذه فترة مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للأسواق وغالبا هذه المنتجات بتكون ذوء ذات ذوق ومستوى رفيع وبتلقى استحسان لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم تسعة عشر أربع إلى يوم ثلاثة خمسة طبعا زي ما حكينا أنه هاي الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح برضو بالدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل والعلاقات الجيدة مع الآباء بالدل على اهتمام حكومة ما بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في البورصة والقيم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ واليوم آخر يوم للتأثير لهاي الزاوية طبعا ضعيف جدا وهو أنه بسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 7-5 طبعا هاي بتكسبنا زاوية الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة يعني بتعطينا طاقة عالية جدا وبرضو بتدل عن نشاط أكبر على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالرحلات الجوية وزيادة في مدخيل الخطوط الجوية الوطنية اهتمام الدولي بتطوير أسطول الجو العسكري ومحاولة عصر نت أو تطوير أو تحديث قطاع الصناعة وتطويره بإدخال التقنيات الجديدة والمكنات الجديدة والصناعية وبيتمتع الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثاظرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اللي قلنا هي يعني ما بين المريخ والمشتري وهي ما بين المشتري وما بين بلوتو اللي قلنا إنهم هدولة ثنتين بيدمجوا مع بعض على تأثيرات إلها علاقة بالاقتصاد أو خطر قادم إلى علاقة بالاقتصاد طبعا هاي زاوية تربيع بين المشتري وبلوتو وإن تأثيراتها مستمرة لـ 22.6 بالدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي والاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا ووضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير إذا إحنا ما انتبهنا بشكل جيد برضو بالدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وبرضو ممكن تقع اضطرابات في القطاعات الاقتصادية والمادية بالخصوص وتراجع مداخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من مقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص لأنه ممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية ابتهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد وممكن يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق حرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها برضو اليوم لآخر يوم لعلها طبعا بسبب هذه الزاوية شاهدنا بالفترة الماضية أنه ثارت أعمال عنف ومواجهات إلى علاقة بالنيران والمعادن أنه تعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض أو حاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضع عقبات في طريق نجاحنا وسببتنا عدوات خفية بتزيد من حدة الشهوة اللي البعض ضرت بصحته بعضهم صار عندهم مشاكل بالأمور اللي إلح علاقة بالجنس أو بالأعضاء التناسلية بتدل على وجود مؤامرات وصارت ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وحدثت قيام الحكومة بالتعب ضد بعض الجماعات الإرهابية وحدثت زعزعت الأمن والاستقرار برضو حدثت في كثير من المناطق حوادث العلاقة بالحرائق والظواهر الطبعية كالزلازل برضو حدثت والبراكين والتعريق وأيضا حدثت طبعا هذا الأمر كله مع نهاية هذه الزاوية بتبلش الأحداث تخف ولكن الزوايا الأخرى بتظهر على الساحة اللي بتعزز بعض النقاط الأخرى اللي ذكرناها وأغلب اللي بده يستمر إلو علاقة بالتحركات العسكرية وأيضا إلو علاقة بالمؤامرات السياسية وأيضا الاقتصادية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح يتأثر علينا خلال الـ 24 ساعة القادمة أول زاوية احنا ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية التربيع السلبي اللي ما بين القمر وبين الشمس طبعا هاي قلنا إنه هي مستمرة بتأثيراتها حتى ظهر يوم الجمعة فعشان هيك بتظل التأثيرات مستمرة وهذا الاتصال عادة بيخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبتجعلنا قلقين ومتشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بتدل على استياء الجماهير أو الرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وبرضو تقلب بأسعار بعض المنتوجات الصناعية وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين عطارد وأيضا هاي مستمرة وحتى ساعات مساء يوم الجمعة طبعا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع طبعا هاي هي من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الجمعة يعني 24 ساعة بتكون تحسبوا أو أكثر قليل لأنه رح تستمر لمنتصف الليل تقريبا اللي هو الجمعة على السبب هاي زاوية بتخليه في مصدر للتوتر خصوصا إذا كان الشخص متعب أو في زيادة احتمالات لتعرض بعض الأشخاص للحوادث اللي لها علاقة بالحركة أو السير أو التنقلات وخصوصا لأنه عطارد برضو بيتراجع يعني بدك تقدر أنك تتحكم بأفكارك لأنه من الصعب أنك تتحكم بأفكارك وكلامك وانفعالاتك بسبب هاي الزاوية فبدك تحاول تسيطر على حالك قدر الإمكان وبتدل على تسلط أو تسليط وسائل الإعلام تضوء على الانتهاكات اللي بتتعرض لها المرأة في المجتمع وبرضو توجيه الانتقادات لأساليب التدريس والتعليم وتخاذل المعلمين التركيز على الأمور اللي العلاقة بالتعليم وضعية المدرسين والأساتذة برضو تحت المحك ممكن توجه الصحافة انتقادات لوزارة النقل بسبب تزايد نسبة حوادث السير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي ذروتها ساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي بتبدأ تأثيراتها من منتصف ليل الخميس على الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعي التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق بالدل على استياف الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبالدل على وقوة حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا ذروتها ساعة 11.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الجمعة ولكن تأثيرات هذه الزاوية بتبدأ من ساعات قبل الظهر ظهر الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي وممكن تشهد هذه الفترة أو تشهد بعض المؤسسات المالية وكذلك بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومدخيل أكثر خلال هذه اليوم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا راح تكون ذروتها اللي هو يوم السبت الساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة ظهرا من ظهر السبت ولكن هاي مع ساعات مغرب يوم الجمعة بتبدأ تأثيراتها وبتستمر لغاية منتصف ليل يوم السبت على الأحد هاي زاوية ليش ذكرتها اليوم؟ لأنه تأثيراتها راح تيجي برضو من ساعات المغرب لمنتصف ليل يوم الجمعة فعشان هيك منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني من مساء يوم الجمعة ولغاية من مغرب يوم الجمعة ولغاية منتصف الليل بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة الحضوة صحيح مضبوط نطقتها عند الجنس الآخر وأيضا بتعطينا نجاحات مادية وبتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا وبرضو بتدل على حالة من الاستقرار للأمن والتفاول في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم طبعا هيك احنا بنكون خلصنا كل التحركات أو الزوايا المتشكلة خلال هذا اليوم وتأثيرها على الجميع فمنلاحظ أنه في عنا فوضى أول شيء الفوضى الأولى هي تراجع عطارد اللي بيعمل تقلبات كثيرة وتهور وعدم تركيز وأيضا انفعلات وعصبية هاي نقطة اثنين الزوايا اللي رح تتشكل اللي لها علاقة بالوضع المادي وهاي بنركز عليها بشكل كبير الآن صار الخطر أكبر مع تراجع عطارد والزوايا هاي ما في داعي لأي مغامرات مالية بدون دراسة الموضوع بشكل دقيق جدا جدا ونرجع بنذكر بالحلقة اللي عملتها وذكرت فيها أنه ديروا بالكوا الفترة القادمة مرعبة على مستوى الاقتصاد العالمي كثير بلدان رح تتأثر من هذا الموضوع وكثير قرارات رح يكون لها يعني على مستوى الأشهر القادمة يعني التأثيرات مستمرة خطر كبير أما بالنسبة للزوايا الأخرى اللي لها علاقة بالزهرة والزوايا اللي بتشكلها اللي منها بتعطي إيجابية ومنها بتعطي سلبية فهذا تناقض مرعب بالنسبة للأحداث بعمل تلاعب العواطف والمشاعر وممكن استغلال عواطف ومشاعر الجميع لتحقيق مقارب أخرى فعشان هيك بتكونوا يقضين وتحكم العقل أكثر من العواطف أما عمل المستوى التجاري فالتجاري بما أنه عطارد بيتراجع فهو بيشجعك على مستوى التجارة المحلية بيع وشراء أمور إلها علاقة بالمواد التجميلية ولكن تراجع عطارد برضو زي ما حكينا هو بعقد الأمور المهمة أو الأمور الفيصلية أو بيحسمها وبقولك لا تعمل إشيء العلاقة بالتجميل حتى لو الزهرة شكلت لأنه سعادة الزهرة ضعيفة جدا فمعناته ما رح يكون في نتيجة إيجابية لأغلب هاي العمليات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعاً عندنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما بالنسبة للعمليات الجراحية فما في أي مشاكل للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم دون العمليات الكبرى وخصوصاً لما يتعلق بالقلب والعمود الفقري أما عمليات صغرى فما في أي مشكلة لهذا الموضوع بالنسبة للأعضاء الأخرى في الجسم فما في أي مشاكل أما بالنسبة لأمور التجميل أي شيء خفيف بالتجميل يعني زي عملية تقشير تدليق أمور لها علاقة باستخدام مواد تجميلية ما في أي مشاكل ولكن عملية تجميلية جراحية وممكن الخطأ يأثر على نفسية الشخص ويصير احتمالية لأنه يعيدها أو تعمل تشوه فهنا بحكي ما في مجال للمغامرة بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لزلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي يعني تجميلي وعلاجي ما في أي مشكلة بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الأسد خلو المسار رح يكون يوم السبت 29 أربعة بيبدأ في تمام الساعة 10 و 52 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 58 دقيقة مساءاً بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها للعذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأول طبعاً بلش يتجه باتجاه المحدة عمره 8 أيام في تمام الساعة 29 و 26 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 9 أيام نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 30% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 70% ولكن في ساعات المساء برجع بنسبة السعادة إلى 30% القمر في الأسد حتى يوم 29 أربعة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15 خمسة منتحس بنسبة 40% الظهرة في الجوزاء حتى يوم 7 خمسة منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بسبب تأثير الزوايا الإيجابية مع الظهرة بيصير سعيد بنسبة 5% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة هو سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 5% لأنه بلشت الزاوية السلبية المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طيب هيك إحنا خلصنا بالنسبة لتفاصيل الحركة الفلكية لهذا اليوم في أشخاص بيسألوني بقولولي يا سعيد أو بيكتبوا تعليقات وموجودة على القناة ما زالت تعليقات ليش ما بتعمل التوقيت بالتوقيت المحلي توقيت الأردن أو توقيت فلسطين أو توقيت مكة المكرمة يعني ليش بجرينيج يا إخوان يا حبايوي أول إشي إحنا اللي بتابعوا القناة واللي بحضروا القناة هم مش من الأردن فقط أو من سوريا أو من أي وطن عربي هم من كل العالم فعشان هيك لو أجي بدي أحكي له توقيت الأردن فبدو يضطر أنه هو يوقت أول إشي جرينيج ويعرف الفارق وبعدين يحول على الأردن وبعدين يحول بالنسبة لتوقيته هو فهنا أنا يعني غلبت بشكل كبير وصعبت الأمور لما أذكر بتوقيت جرينيج كل العالم بيقدر يرجع بالتوقعات ويوقتها بتوقيت جرينيج كأنها قائمة يعني كأني أنا بخبره بالأوقات على حسب وقته هو اللي بخربط فيه أنا للأشخاص أني أنا مثلا لما باجي بقول فيه ساعات الظهر وفيه ساعات المساء فيه ساعات الظهر وساعات المساء على مستوى الوطن العربي ولكن هاي ساعات الظهر والمساء بالنسبة في أمريكا يعني بتكون عندنا ساعات المساء عندهم ساعات صباح هاي النقطة اللي هم بتخربطوا فيها اللي أنا مش قادر أضبط لساني عليها لأنه ما بقدرش أنا آجي أحكي مثلا ثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينيج اللي بيكون في أمريكا كذا هاي يعني بتكترع نقاط أنه مش المتابعين فقط من الشرق الأوسط أو من إفريقيا ولكن من كل العالم فأنا مضطر أني أذكر توقيت موحد للجميع على أساس أن يكون سهل على الجميع متابعة الحلقة هذا أمر أما أمر الأمر الآخر هو أمر الحلقات اللي أنا نوهت عنه في بداية الحلقة طبعا إن شاء الله ابتداء من يوم السبت طبعا ما حددت الأيام اللي رح نزل فيه الحلقات على أساس أنه ما يصير علي إلزام في هذا اليوم لازم نزل الحلقة لأنه حسب التفاعل وحسب الاستفادة وحسب التعليقات وحسب أنتو شو بدكوا كمان والأسئلة والجواب اللي رح تصير على هذا الموضوع بجهز الحلقة التي تليها يعني ممكن بخلال يوم أو خلال ثلاثة أيام أو خلال كل أسبوع نزل حلقة طبعا الشرح رح يكون شرح أكاديمي مش شرح بس صف كلام وصف فيديوهات وتحرك وسويه بسرعة وخلص لا شرح بالتفصيل الممل بكل حيثياته على أساس أنه يرسخ في مخ اللي بيعرف واللي ما بيعرف المتعلم والمش متعلم فعشان هيك الأشخاص المتعلمين واللي عندهم خلفية عن علم الفلك إذا شفتوا الحلقة مثلا كانت أدنى من مستواكو بترجاكو تدعموا الأشخاص اللي أقل من مستواكو فكريا مدناش نقول إحنا إشي ثاني لأنه أنا ما بقلل من حجم أي إنسان فعشان هيك إحنا مندعم كله بدي يستفيد وكله بدي يفيد بالمعلومات اللي عنده الإشي اللي أنا رح أعلمكم هي أساسيات وهاي الأساسيات رح نعملها بملف ونعملها بفولدر موجود على يعني قائمة خاصة بهاي الحلقات اللي هي سلسلة اللي أي شخص بده يتعلم علم الفلك يجد ضالته أو سؤاله أو جواب على سؤاله موجود بهاي القائمة وأي شخص بوعدكم إنه ما منخلص هاي السلسلة إلا كل اللي تابعوها ودققوا معاي واستمعوا لها وركزوا وجربوا زي ما بنصحهم في الحلقات يطلعوا أحسن من أحسن أشخاص موجودين على الساحة حاليا بعلم الفلك وممكن أخليهم حتى يتجاوزوني بعلم الفلك وصيروا أحسن مني وأنا أتعلم منهم ولكن هي ملكة وهي تركيز وهي تحليل فعشان هيك بتكون تركزوا بشكل جيد بالفترة القادمة وكلنا إن شاء الله بدنا نتعاون في هذا الموضوع إذا عندكو أي تعليق أو أي نصيحة برضو تنسوش تعطو لي إياها وكيف إذا عندكو نصائح كيف نبدأ وعايش نبدأ أو هاد ملاحظات خلينا نشوف نناقش الموضوع ولكن هي كخطة الخطة هي نفس الكتاب اللي أنا نوهت عنه في السنوات الماضية لأنه موجود عندي ولكن طباعته رح ينسرق مني هي نفس الموضوع في الكتاب أنا بدي أعمله من ضمن حلقات يعني بدل ما أعمل الكتاب وأحطه بالأسواق وينسرق ولا أنا أستفيد ولا الناس تستفيد والكل يستغل الكتاب بشكل سلبي بدي أعمل الكتاب بشكل حلقات متسلسلة وبشرحي لأنه برضو في مصطلحات وفي كلمات ممكن تنفهم خطأ أو تكون صعبة للفهم وخصوصا بالموروث الموجود اللي على الساحة حاليا اللي بذكره رموز وبذكره كلمات وبذكره أشياء ما إلها علاقة يعني بيبقى واحد في آخر الأرض ذاكر العبارة بروح بأخذها هو عشان أنه والله أنا متميز عندي معلومة في هاي الشغلة وبقنع الدنيا على أنه هذا إشي قائم هو العلم البسيط العلم العقلاني العلم اللي مش بحاجة للفزلكات العلم اللي ما فيه قابلية للأشياء اللي ممكن تصير وما تصير لا الإشي المدروس وثابت ما إلي أنا بالنظريات النظريات هاي بس تتطور أنت وتصل لمرحلة إنك خلصت العلم وفهمته وحسبت عليه واشتغلت عليه بقول لك أنا إمتى بتستعمل هاي الأشياء اللي لها علاقة بطالع السنة ووقت السنة ومش عارف إيش والفردراري والتحولات وهذا ناظر لهذا وحارق هذا والمبتزعة هذا وريع على هذا والقصص هاي كلها اللي في الآخر راح تلاقي إنه أنت أساساً مش بحاجتها يعني أنت بالأساس لما تنظر لها وللتفهم علم الفلك الصحيح بتلاقي إنه هاي آخر شغلة ممكن إنك تفكر فيها حتى الرموز الأخرى اللي هي الرموز الوهمية يعني هاي إمتى تستخدم وكيف تستخدم اللي هي الأسهم زي سهم السعادة وسهم الحض وسهم الموت وطبعا الأسهم بالمئات يعني مش هو هدولا الأسهم اللي أنتو بتعرفوها وسهم الإخوة والأصحاب وأقارب الأب وأقارب الأم والأخت والسفر والهجرة والمشعاء كلها هاي أسهم موجودة ومن وين إن أجت برضو الرموز الوهمية اللي ما إلها برؤى بالعين اللي هي زي اللي بتسموها تسمى كيتو وراهو وعندنا إحنا بنسميها شارق وغارب وعند المشارقة بسموها رأس التنين وذي للتنين هدولا إلهم طرق أخرى برضو إنه في الآخر بتحسب لهم لازم تفهم الأول الأساس التأثير من مين وشو بدي أثر عليك وبعدين افهم الباقي لا تنط على آخر إشي وتعيش عليه قبل ما تفهم الأساس إيش هو عشان هيك تعمدت أنا عملية الفصل ونشرح ونقرن الكواكب مع بعض ونعمل تحليل لها عشان نصير الأمر سهل باستخدام التحليل المنطقي للأمور هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقرن ترجمة نانسي قنقرن ترجمة نانسي قنقرن